ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود التي قامت بها هيئة الدواء المصرية خلال عامها الأول معتبرا أنها تحقق إنجازا بالقياس إلى توقيت شديد الدقة الذي واكب ظهورها وبدأ عملها جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدواء المصرية تامر عصام حول أبرز ما حققته هيئة الدواء في عامها الأول بهدف ضبط وتحسين إدارة منظومة الدواء كما أوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال العام الأول توقيع سبعة بروتوكولات تعاون فضلا عن المشاركة في تصنيع عقار ريمتسفير وتصديره إلى 27 دولة وأضاف رئيس الهيئة الدواء أن الهيئة تمكنت من وضع آلية ذكية لمتابعة وضمان توافر المستحضرات الهمة والاستراتيجية لنحو 1800 مستحضر علاجي مستحضر علاجي كما تم منح ترخيص استثنائي لأول جهاز تنفس صناعي بنسبة تصنيع وطني 100% مستحضر علاج